حضرتك عندنا فيه صلاة الليل وفيه اليقظة في الليل اليقظة في الليل وهو الإنسان يكون متيقظ للواردات الإلهية والمواكب الربانية بذكر وتسبيح ومدارسة وتلاوة وأعلى ذلك كله أعظمه إنه ممكن نجمع ده كله في الصلاة فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يقرأه في القرآن يقرأه في صلاته أكثر ما يكون دعاؤه في سجوده أكثر ما يكون تسبيحه في ركوعه يبقى أنا ممكن الصلاة تجمع لي كل أعمال الطاعة طب ما بقدرش أقف كتير أقعد لأنه قيام ليل وصلاة سنة وصلاة السنة يجوز إن الواحد حتى لو قادر فيها إنه يصلي قاعدا طب في جب أمالك لو كان مجهد ممكن تصلي قاعدا لكن أنت حضرتك بالليل في رمضان ما تضيعش طب من أول صلاة العشاء إلى أذان الفجر كل ده اسمه الليل أقله ركعتين بعشر آيات من قرأ عشر آيات في ليلته لم يكتب من الغافلين خلاص كتبت عند الله من المستيقظين ومن قرأ مئة آية لا دار كتب من القائمين قال ومن قرأ ألف آية أربع تجزاء من القرآن مثلا قال كتب من المقنطرين الذين يعطيهم الله تعالى بالقنطار فرمضان شهر القرآن شهر عظيم شهر القرآن فأنا ممكن أصلي الليل في رمضان أقله ركعتين بعد صلاة العشاء طب ولا حد لأكثره طب هو سيدنا كان بيعمل قد إيه لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي 11 أو 13 لأنه لا تسأل عن طولهن وحسنهن فأنا يجوز أقطر الركعات وأقلل الآيات يجوز أقلل الركعات وأكثر الآيات ورحتك ما أنت فيه نشيط ففعل يعني أنا لقيت القرآن معايا جميل تلوت القرآن وزدت تلاوة فجيت الحكاية دي على حساب الركوع والسجود ماشي لا أنا لما قرأت قليل يبقى على حساب القراءة يبقى أطل السجود وأطل الركوع فأنا صلاة الليل مثنا مثنا اتنين 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 قال فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة فيبقى أقله ركعتان بعشر آيات ولا حد لأكثره عظيم